أهلا وسهلا أستاذ عبدالقادر فاروق طبعا أنت مستشار قانوني ويمكن تفيدنا بهاي القضية كنت عم بقول لحمده وإياد أنه بعض الأشخاص بيواجهوا صعوبة في التعامل مع كل الأشياء الوراقية والمعاملات نظرا نيائما لعدم تواجده في المكان أو بسبب ظروف معينة فبيقوم بتوكيل شخص معين ممكن ينوب عنه في التواقيع والترخيص وهي الأمور أول سأبدي أسألك ياش على أي أساس تقوم الوكالة وممكن حتى ناخد تعريف موسع شوي عن الوكالة هو زي ما حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم بالنسبة للوكالة زي ما قلت حضرتك كده هي شيء مهم جدا في حياتنا يعني ما في شخص إلا وقد يحتاج للتوكيل في أي لحظة من لحظات حياته يعني أنت يا حضرتك هو أنا لتسيير بعض الأمور العامة وهي طبعا الوكالة دي شيء جاء شرعا وقانونا يعني تتماشا مع الشرع والقانون وعشان كده المشرع الإماراتي عمل لها باب كامل في قانون رقم خمسة لسنة خمسة وتمانين بشأن المعاملات المدنية فالوكالة هي عقد بين طرفين وهي من عقود المنفعة كمان نسمعها للقانونيين هي من عقود المنفعة لازم يكون أطرفة موكل ووكيل هو الموكل ده الشخص اللي بيوكل شخص تاني يقوم بإجراء تصرفات له هو لصالحه لأنه ممكن هو يكون كشخص الوكيل ده أو الموكل مش قادر يعمل التصرفات ده بنفسه التصرفات كتيرة ممكن عاوز يروح الجوازات مثلا عاوز يروح الشرطة عاوز يروح يعمل أي شيء المدرسة أي شيء يروح فلازم هو يوكل شخص ينوب عنه والتوكيل لازم يعمله كمان يوسقه نسميهنا عند كاتب العدل دي الوكالة بمفهومها العام أستاذ عبدالقادر قلت جملة أن الكل منه يحتاج إلى وكالة في حياته بس تخبرنا شو الأماكن اللي نحتاج فيها إلى وكالة هو القانون بصفة عامة القانون محددش شيء معين يعني انت عاوز تعمل توكيل مثلا بالبيع أو بالراهن أو بالشراء أو بأي تصرف بتوكيل باستلام مثلا بطاقة الهوية أو أي شيء تصرف بس شرط التصرف يكون جائز قانونا يعني ما ينفعش مثلا أعمل توكيل لواحد يروح له توكلتك بقتل فلان يرتكب جريمة أو ببيع خمور مثلا لازم يكون محل الوكالة ده جائز شرعا وقانونا جائز التصرف فيه شو هي المعايير الأساسية اللي ممكن يتبعها الشخص في اختيار الوكيل يعني أنا بدي أوكل شخص أنه يقوم عني أو ينوب عني ببعض المهام كيف ممكن أعرف إذا هذا الشخص صالح لهذه المهمة أو لا لأنه احنا بنعرف أنه في بعض العواقب الوخيمة بتكون على سوء اختيار الوكيل عنك حق الوكالة هي طبعا هو الوكيل ده أمين يعني والقانون برضه عمل حاجات يعقبه في حالة خيانة أمانة الموكل يعني أنا وكلت موكل وكيلي بإجراء عمليات معينة يبقى هو لازم يلتزم حدود الوكالة اللي أنا عملته له ده إذا خرج عنها أو تصرف أي تصرف ضر بي أو بحدود الوكالة أو خرج عنها من حق أنه أنا أدّم بلاغ ضده أو أتخذ الإجراءات وطلبه بتعود حتى إذا الخطأ ده سبب لضرب والخطأ مين بيتحمله الوكيل أو الموكل الوكيل كامل يعني هو خطار الشخص الوكيل سؤال مثلا نفرض أنه أنا أخي مثلا بديه يطلق مرته فأنا وكلني إلي هل أنا بحسن أني طلق مرته إذا أنا عندي وكالة يا جوز أيها دي نسميها الوكالة الخاصة يا جوز مثلا أنت توكل واحد شخص عنك بالشرط أخوك حتى ممكن أي شخص عادي يتوكله بالزواج والطلاق ويكون دي بسميها وكالة خاصة في أنوا ما الوكالة العامة يعني الوكالة العامة بتكون يعني الصالحة لأكتر من شيء معين بتكون وكالة عامة دي بتوكل البيع الشراء التوقيع العقود الالتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية مثلا بتوكله في كل أمور حياتها أستاذ بس نرجع شوي لمفهوم الوكالة الخاصة بس تكون في علاقات الأقارب يعني عشان كده هي خاصة أو أن موضوع يعني ما ينفعش أوكل قاصر مثلا طفل أو ما بلغش الرجل ما ينفعش أعمل له توكيل وفي نفس الكلام برضو أنا أنا لو عمري أقل من 21 سنة ما بلغتش الرجل ما ينفعش أوكل غيري ونفس الكلام لازم أنا أكون محل الوكالة نفسها يعني مش مخالف للنظام العام والأدام ويتفق مع نصوص القانون طب هي ممكن كان قصدها إنه شو الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة هل معنى الوكالة العامة أني أنا أكون عندي فل أثوريتي على جميع النواحي والخاصة على ناحية واحدة لا الوكالة العامة هي بكل التصرفات بأمور حياتك أما الوكالة الخاصة محددة بشيء تنتهي بإنتهى هذا العمل يعني أنا وكلت فلان بازال أستاذ ما قال لي كده وكلت واحد بالطلاق أو بالزواج خلاص طالما تم الزواج أو الطلاق الوكالة تنتهي عند هذا الحد أو مثلا في حالة بيع الشراء بعض الشراء الوكالة الخاصة طبعا أنا بقى يعني أنا عن نفسي نصيحة الوعي لأننا عندنا أغلبنا جاهلة بأمور الوكالة ممكن لوحد يروح يوقع عند كاتب العادل وفيه نموذج جلس المطبوع وفيه بعض الأشياء بتكون فيها موجودة وأنا مش عارفها فالأطيل عليها كويس الأشياء اللي أنا أبغاها بالضبط أو أعيزها أحدتها في الوكالة حتى لو كالة عامة لما أنا أعمل وكالة لشخص أعطيه فكرة حرية أن التصرف وعدم الرجوع إلي أو فيه يكون موقف الرجوع إلي فيكون ما فيها يترتب عليها نفس السلبيات أنه ممكن يستخدمها بغرض آخر أو ممكن يضرني أنا كشخص ممكن أو إذا ثبت يعني مثلا أنت وكلت شخص بالتوقيع إدارة حساب بنكي بالحصول على قروض أو كده وخذ قرض هو من البنك إذا أثبت أن القرض استخدم المصلحة الشخصية ما استخدموش لمنفع عليك من حقك تطلبيه بالتعويض عن الضرر للأصابق طيب هلأ في أنواع للوكالة في المطلقة والمقيدة والمعلقة شو الفريق بين هدول التلات وكالات المكالة المطلقة اللي هي قلنا عليها اللي هي بصفة عامة صالحة في كل وقت والمقيدة هي الخاصة المقيدة لا المقيدة بشرط إنجاز أمر معين أيوة إنجاز أمره معين بس المعلقة مثلا أن أنا بحيلها الأمر معين أنا وكلتك إذا سفرت يعني لازم يتحقق الشرط ده فيه ضرف إذا تحقق ففي وكالة أيوة وفيه برضو الوكالة المفهوم تاني اللي هي المستقبلية يعني مثلا أنا وكلتك في شهر يناير القادم إنك تعمل لي كذا يبقى الوكالة دي لا تسري إلا من حلول المعادة وأستاذ هل يمكن أن أوكل عدة أشخاص في وكالة واحدة أو يجب أن يكون شخص واحد الوكالة بصفة عامة وقلت لحضر لك هو عقد شأن وشأن أي عقد ونص عليكم هو زي ما قلت لكم من العقود المنفعة يجوز بين شخصين شخص وشخص يجوز بين عدة أشخاص وعدة أشخاص الطرفين الوكالة يجوز أكتر من شخص يعني يعني ممكن إحنا خمسة مثلا نروح نوكل واحد أو نوكل اتنين للعمل عادي ما فيش مشكلة هو بس يتبين من الوكيل أنه صالح لعمل التوكيل ولا لا الآن زي ما نحكي على الوكالات بين البلدان مختلفة يعني حتى لو كان مثلا شخص بلد تاني فين يوكله عاشي عادي أيوة يعني مثلا لو شخص أجنبي أنا كمصر مثلا ممكن أروح عندي كاتب العادل أعمل توكيل لشخص في مصر واتخذ بقى الإجراءات اللي يتصديق عليه في السفارة والخارجية والحاجات عادي يعني ما فيش أي مشكلة فيها كيف ممكن أنها تنتهي الوكالة تنتهي لو كان بالعمل بس لا الوكالة العامة تنتهي ديئة المشكلة القانون المشرع ما عالج هذه إلا بالوفاة الوكيل أو الموكل أو فاقد وهليته نفترض أنا عملت التوكيل لواحد وأصابه جنون أو أصابه مرض خلاص غير فقط قوال عقلية أو أي شيء يعني فقط عورد الأهلية كلها فخلاص فالتوكيل أصبح هو لا يصلح للوكالة الوكالة الخاصة تنتهي بانتهي العمل المحدد دي بس طب كيف بتم فسخ هاي الوكالة أو كيف بتم فسخ هذه الوكالة أو إنهاءها هل في شروط معينة هل في بروسس معين لا ما فيه وكالة محددة المدة يعني لو أنا مثلا عملت وكالة ممكن أعمل وكالة عامة وحديتها لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات خلاص هي تنتهي بانتهاء مدتها الوكالة العامة دي أنا دلوقتي عملت توكيل وشفت في الوكيل بتاعي إنه غير أمين أو فيه حاجة معينة لا تصلح للوكالة يعني بروح أنا المكان اللي حررت في الوكالة أو غيره يعني عند أي كاتب عدل وأعمل إلغاء وكالة دي يعتبر خلاص عزلته من الوكالة ولازم يتم إبلاغ طبعا الشخص الوكيل بيعمله حسب القانون لازم تعمله إختار عشان ما يستخدم الوكالة لأن لو استخدم الوكالة بعد إلغاءها ضمن هاي المدة إذا خلب الشروط خلال مثلا عملية فسخ الوكالة استخدم الوكالة وخلب الشروط لا هو بدون إعلانه عادي يستخدم وما عرفش أن أنت حد إلغاء الوكالة إذا علم بعرف وعلم يقين بأن الوكالة تلغت واستخدمها ده القانون يعقبه طبعا لأنه كده هو فقد صلاحيته كيف الغرامات تعطل العقوبات يعني لأنه كده اعتبر أو الوكالة خلاص ده اعتبر زي التزوير وإن هو استخدم يعني زي التحل الشخصية لأنه هو مش وكيل خلاص فقط صلاحيته كوكيل وستاذ يعتمد بعد التوكيل على الشخص نفسه يعني هل ممكن أن أو أكل مرأة أو لا يجوز لا الوكالة لأي حد طبعا ما فيه شروط القانونية يعني مثلا ممكن أنا وكل زوجتي مثلا أو أختي أو أي حد أجنب عني كحرم يعني أعمل لها توكيل عادي ما فيش أي مشكلة خلاص بس اللهم الشروط فيها هي أنها تكون سنها القانوني مزبوط ما تكون عندها أي عوارض من عوارض الأهلية القانونية مثلا الجنون فقد القوى العقلية كده ويقتصر بعد على الجنسيات يعني ممكن أنا أي شخص داخل الدولة حتى وأخرجها لأي جنسية إلا بس التوكيل المحدد وحيد للمشارع أحدده هو التوكيل بالخصومة أو توكيل المحام توكيل حضور القضاء يعني عشان أنا مثلا عشان أحضر في المحكمة ما ينفع أحضر عن أي حد إلا مثلا لو أنا كمحامي أحضر أي حد يوكن أما لو شخص تاني لا يوكل بس الأقارب حتى الدرجة الرابعة يعني القضاء الشخصية يوكل لحد الدرجة الرابعة ما ينفع يوكل واحد تاني أجنبي عنه يحضر عنه طب شو أكثر المشاكل التي تواجهها في موضوع الوكالة أكثر الأمور التي تختلط عن الناس هي القلط بين الوكالة العامة والوكالة الحضور لدى دائرة المرور بيع السيارة والحضور لدى دائرة الجنسية والإقامة الحضور لدى مراكز الشرطة المحكمة ففي حاجات بتوبة في الوكالة نفسها ممكن يكون لفظها خاص بس مضمونها عام فممكن واحد ما ينتبه لها هو بيعملها أهمية المستشار القانوني في صياغة خلينا نقول صياغة الوكالة الوكالة اللي عاوز يحددها بالظبط ويصخاله اللي هي الصلاحيات اللي ممكن تكتب في الوكالة هل أنا كموكل لكل الصلاحيات اللي أنا أكتبها أو الجانب الآخر ممكن هو يتدخل في هذه الصلاحيات أو كتابة هذه الصلاحيات لا أنا أنا كوكيل أنا ما أتدخل هو يعني عايزني أعمل حاجة معينة الموكل هو اللي بيحدد الصلاحيات دي بيحددها بشرط أن نتكون صلاحيات غير مخالفها زي ما قلنا النظام العام والأدب لأن كاتب العدل لو لا حاجة يعني ما ينفعش مثلا أوكله في بعمد أرض حكومية أقول له ده الأرض دي أو مدرسة مثلا أو جاه ده محل الوكالة نفسه باطن طيب ممكن موضوع الوكالات شوي تريكي لبعض الناس قد مهم يتم توعية الأطراف الوكيل والموكل بخلينه شروطها بتبعياتها قبل خوض في تجربة الوكالة لأن أغلب الناس بيعملوها وما بيعرفوا شو بيترتب عليها من مشاكل أو شو صلاحياتها دورك كمستشار قانوني في توعية الناس اللي بتجهل أمور الوكالة هي طبعا الوكالة مهمة جدا هي النصيحة حتى بصفة عامة نصحة للناس كلها يعني اللي هو يبص في المضمون الوكالة التصرفات اللي هي نقلة الملكية ملوعة لها نحن من الوكيل ده إنه أمين 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 إنه سيستخدم الوكالة في الحدود اللي هيطلبها منه يعني ربما أنا مثلا أكون مسافر خارج الدولة وإحتاجت قرد من البنك أو إحتاجت أبيع قطعة أرض أحددها له ما عملوش بصفة عامة أقول له بيع الأملاكي وكده لا أقول له مثلا قطعة الأرض في الرقم كذا في المنطقة كذا الكائنة أحددها له تفصيلي فيقومه حتى لو فكر ما يظهر يتجاوز العار خلاص لأنه مرتبط بالحدود دي متقايد أستاذ عبدالقادر شكرا كتير لإلك وفهنا موضوع مهم خصوصا مع خدمها التطور والمشاريع مهم كتير الواحد يعرف شو الإشي اللي بيقدر يوكل فيه شخص آخر وحتى ما يخطأ ويضيع كل مجهوده طبعا إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شكرا كتير لإلك ولو وجودك رح نختم الحلقة على ألحان وأنغام أستاذ إياد طبعا بعدما ارتاح تروحي فيه وعرفت طعم الدنيا دي مشيت خلاص وما قلت ليش أنا حعمليه تنساني ليه بالله عليه وأنا قلبي حياته روحه فيه وإزاي هيجيله حبيبينه لو مش ليه أنا قلبي كنت بخف علي شفتك معرفش جرالي حبت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلتي كان حلمي ده ولا كان خيال لا رتحتي ولا بيرتحلي بار ريحلي وقللي إزاي البار هقدر علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة